ماذا نعني بالولايات المتأرجحة التي تحسم في نهاية المطاف من سيكون الرئيس الأمريكي الولايات المتأرجحة هي الولايات التي لا يمكن أن نحسم موقف المصوطين فيها حيال من يرغبون من المرشحين المؤهلين لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الأحوال في الولايات المتحدة الأمريكية 50 ولاية لا يصوت المقترع بشكل مباشر وإنما بشكل غير مباشر ويصوت العضو يمثل مجمع انتخابي أو هيئة انتخابية وهؤلاء الأعضاء هم من يقومون في نهاية الأمر بالتصويت للمرشح سأكون نتحدث عن دون ترامب الذي يمثل الحزب الجمهوري أو جو بايدن الذي يمثل الحزب الديمقراطي نتوقف على طبيعة العمل في هذه الولايات المتأرجحة التي تشغل بال الأمريكيين في الأيام الأخيرة من الانتخابات ولماذا تعتبر حاسمة في تحديد ما صار وهوية الرئيس نحن نتحدث عن ولايات هويتها نوعا ما غير معروفة يعني غامضة السبب يعود إلى ولايات شديدة التنافسية غير محددة الطابع يعني لا يمكن أن نقول أنها بالمئة بالمئة هي لصالح الحزب الجمهوري أو هي تذهب للتصويت للديمقراطيين دون أن يكون هناك ربما تطرف أو اتخاذ مسار مختلف كذلك هي تساهم ب66 صوت انتخابي من المجمع الانتخابي الكبير تشهد هذه الولايات تغيرات سكانية في ارتفاع الأعداد وبالتالي بالتأكيد سيؤثر ذلك على أعداد المصوطة لذلك نجد على سبيل المثال من إحدى هذه الولايات فلوريدا تتفوق لدينا نسبة المقترعين 50% عما كانت عليه في العام 2016 السبب يعود طبعا إلى زيادة نمو السكاني الاستقطاب الايدولوجي بمعنى الخلفيات التي يأتي منها المقترعون ربما تتغير بحسب كيف يفكرون من سيرأس الولايات المتحدة الأمريكية نهيكم عن أن السود تحديدا لأن يكون لهم الحق في التصويت وبالتالي تغيير قانون التصويت في الولايات المتحدة الأمريكية ربما سيكون له دور كبير جدا لا ننسى أيضا قضية جورج فلويد الأخيرة التي قوضت مساعي الرئيس ترامب الذي لم يحل الموضوع بشكل واضح لدينا فلربما التصويت من قبل هذه الفئة تحديدا وهي شريحة كبيرة في المجتمع الأمريكي ستغير من الخارطة السياسة المعتدلة الكثير من الأمريكيين لا يميلون إلى التطرف حيال كثير من القضايا وبالتالي هذه الفئة تخيف طبعا البرنامج الانتخابي ما هي هذه الولايات المتأرجحة ومحظوظ المرشحين فيها نتحدث تحديدا عن ويسكنسون بلسلفانيا ميتشيكين وفلوريدا فلوريدا هي التي تشهد ربما المخاوف الأكبر على سبيل المثال كل ولاية لديها أعضاء من المجمع الانتخاب الخمسمائة ثمانية وثلاثين الولايات الصغيرة لديها فقط ثلاثة أعضاء كاليفونيا خمسة وخمسين عضو فلوريدا أربع وعشرين ولكن هي التي تخيف لأنها هي التي غيرت مسار الانتخابات في الالفين وستة عشر من كان متقدم وكيف اختلفت لدينا النظرة بدليل على أنه ليست هذه النتائج دائما لا تتحسم الموقف كان ترامب متفوق لدينا في هذه الولايات التي تشهد اليوم تفوق لبايدن على صالح ترامب يعني في الالفين وستعشر كان العكس وبالتالي ليس بالضرورة كون بايدن الآن يتفوق على ترامب في التصويت في هذه الولايات بأنه سيفوز في نهاية الأمر فوز ترامب المفاجأ في الالفين وستة عشر كان في تلك الولايات في أوهايو وميتشيغا من سلفانيا وويسكونسن لكن إذا ما قرناها بفترة الالفين وستة عشر تحديدا مع هيلاري كلينتون لكانت هي تلك التجربة التي توضح لدينا الفارق اليوم والاستطلاعات التي يشكك في أنها تكون هي القائد نحو فعلا من سيكون المرشح الفائز جو بايدن يتقدم بخمسين في المئة دون ترامب ما يزال يخلفه بخمسة في المئة لا ننسى في الالفين وستة عشر كانت هيلاري كلينتون تتقدم حتى اليوم الأخير لنتفاجأ من بعد ذلك وبطريقة آلية تصويت المجمع الانتخاب يجب أن يتفوق بفارق صوت واحد عن الميتين وسبعين صوت من أصل الخمسمائة وثمانية وثلاثين حتى يفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية هذا ما نقصد به بالقول الولايات التي ستحسم الانتخابات الأمريكية الولايات المتأرجحة ترجمة نانسي قنقر